بشكل جديد عادت التحركات الحكومية بعد غياب وصراع طويل لإثبات الحضور في المناطق المحررة وهو ما كان غير ممكن طيلة الفترة الماضية نتيجة اتساع دائرة الصدام بينها وبين المجلس الانتقالي من أبيان إلى حضرموت ثم سقطرة عاد رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر مسجلا حضورا مكثفا يحيي بأن الحكومة بدأت بإعادة ترتيب منظومة الأولويات لإصلاح مشاكل الملفات الخدمية وتطبيع الأوضاع الأمنية في عدد من المحافظات وذلك بعد أن تسبب الصراع المسلح في إعاقة حضور الحكومة خلال الفترة الماضية وعدم السماح لها بممارسة مهامها من المناطق المحررة وهو صراع لا يمكن التقليد من وجوده بحسب مراقبين طالما وأن التحالف لا يزال يدعم عملية تهميش الحكومة في الجديد قال رئيس الحكومة بعد وصوله إلى سقطرة إن من المهم جدا الحفاظ على الجزيرة من كافة النواحي مؤكدا أن الحكومة ستأخذ بعين الاعتبار كافة الملاحظات والمشاريع التي طرحت وتتعلق بالبنية الرئيسية للجزيرة كالكهرباء والماء والطرق وفيما تعيش جزيرة سقطرة حالة من غياب المؤسسي للدولة لا تزال أوضاع المواطنين متأثرة بصراع الأجندة الإقليمية على الجزيرة وهو من عكس سلبا على ترد الخدمات وضاعف من حالة غياب الدولة في الفترات السابقة تحركات مهمة جديدة للحكومة في مناطق لم تكن في سلم الأولويات خلال الفترة الماضية وهي تحركات تأتي وسط مطالبات شعبية بالتنمية والخدمات واستعادة ثقة الشعب بالدولة لخلق أجواء تساعد السياسة على تحقيق أهدافها